بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس النهاردة عندنا ملفات كتيرة جداً هنتكلم عنها وكمان النهاردة منورني ضيف مميز ومميز جداً 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 سواء كان لاعب أو كان مدرب حاجات كتير أو صديق الحقيقة قبل كل هذه الأمور وقبل بس ما اتكلم عن أي حاجة طبعاً النجم الكبير الكابتن محمد يوسف هيكون ضيفنا النهاردة في البيت الكبير الحياة النهاردة وجود الكابتن محمد يوسف دايماً أنا بحب الكابتن محمد يوسف مش أنا الوحدي معظم الأهلوية أو كل الأهلوية بيحبوا هذا النجم الكبير بيحبوا كلامه بيحبوا طريقته بيحبوا اسلوبه بيحبوا كلامه الفني عن المنتخب كلامه الفني عن النادي الأهلي كابتن محمد يوسف بالمناسبة متعاقد في قناة الحياة وإحنا بقلنا شهر تقريبا بنحاول نجيب الكابتن محمد وبناخد كل الموافقات كالأستاذ أحمد عويس رئيس تحرير البرنامج بيحاول ياخد كل الموافقات الخاصة بوجود الكابتن محمد يوسف فبقلنا شهر في هذا الأمر لشان بس أريد تعليقات كثيرة جدا تخص وجود الكابتن محمد يوسف النهاردة في قناة النادي الأهلي كابتن محمد يوسف هو ابن من أبناء النادي الأهلي ومن المحبين للنادي الأهلي مش من المحبين من العاشقين للنادي الأهلي ودائما في مثل هذه الأوقات لما تحب تسمع كلام فني محترم عن المنتخب الوطني بص على محمد يوسف لما تحب تسمع كلام فني محترم مفهوش ولا نقد لازع ولا محابية لحد اسمع محمد يوسف فبالتالي قررنا أنك كابتن محمد يوسف يبقى معنا من شهر الوقت إمتى كان الوقت المناسب هو النهاردة بناء على عدم وجوده في التوقيت ده في قناته المتعاقد معها قناة الحياة هو ده الموضوع بمنتهى البساطة حبيت بس أقوله لكل الناس اللي رايحين في كذا سكة وفي كذا اتجاه هو ده الموضوع بمنتهى البساطة والحقيقة كاملة وواضحة زي ما دايما أنا وحضراتكم متعودين ناس كتيرة جدا منتظرة مني أن أنا أتكلم في أمور كثيرة الحاجة الوحيدة اللي أنا هقولها في أي مواضيع حضراتكم عايزين تسمعوا رأيي فيها الحاجة الوحيدة أنا راجل مش أنا ومجموعة كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي بتنظر دائما لإدارة النادي الأهلي اللي موجودة أيما كانت هذه الإدارة الإدارة التي تدير النادي الأهلي إحنا بضهرها جمهور الأهلي كده يعني إيه؟ جمهور الأهلي ما عندوش أي حاجة غير اسم النادي الأهلي فقط لغير اسم النادي الاهلي بس واللي بيدير هو مجلس إدارة النادي الاهلي مجلس إدارة النادي الاهلي قرر ان هو يعمل اي حاجة دايما بنبقى في ظهره ممكن نقول اه قد تكون كذا قد تكون كذا ولكن في النهاية وخدوا الحكمة وخدوا الموضوع ده من كل التجارب السابقة اللي حصلت مع جمهور النادي الاهلي ما بين جمهور النادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي فبالتالي أنا راجل من الجمهور ودايما إدارة النادي الأهلي أنا ببقى في ظهرها في كل شيء في كل شيء فأي مواضيع بنتكلم فيها بتبقى دايما عشان خطر حاجة واحدة فقط وهي النادي الأهلي ولا شيء آخر إيه اللي جاي وإيه اللي حيحصل إدارة النادي الأهلي بتشوف دايما إيه اللي حيحصل بما يتنسب مع حاجة واحدة بس مصلحة النادي الأهلي بس مش مصلحة إسلام ولا فلان ولا علان ولا ترتان خالص مصلحة النادي الأهلي فقط كلنا في ظهر إدارتنا ما عندناش أي مشكلة مع أي حد كلنا في ظهر إدارتنا ربنا يكرمنا في اللي جاي الحمد لله ربنا كرمنا في اللي فات كتير جدا ودايما ربنا واقف مع جمهور النادي الأهلي ومع النادي الأهلي لأن احنا دايما بنشوف النادي الأهلي دايما بيشوف شغله بما يرضي الله. كل الناس اللي موجودين في النادي الأهلي بيشوفوا دايما شغلهم كده. وتعودنا على كده. فإن شاء الله ربنا يكرمنا. ربنا يكرمنا كتير كرم من عنده. الفترة اللي فاتت أيضا اللي جاي إن شاء الله دايما يكون أفضل وأحسن لكل حاجة بتحصل داخل النادي الأهلي.